تعتبر كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في العبدالي من أولى الكنائس الأرثوذكسية في الأردن وواحدة من أكبر الكنائس في العاصمة عمان نورسات زارت الكنيسة وأعدت الحلقة التالية ما أعظم جمال بيتك يا رب وما أرهب قدسيته ما أروع أيقوناتك المتكلمة داخل كنيستك أوصان داود النبي وقال هل أم لبيت الرب نذهب فيه الراحة والسكينة وفيه فلكونجات للخطى انتقلنا اليوم لوسط العاصمة عمان وتحديداً لكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس العبدالي لنتعرف على تاريخ هذه الكنيسة التي تعتبر من أوائل الكنائس التي بنيت في عصرنا الحديث في العاصمة شيدت هذه الكنيسة عام 1962 في عهد المخفور له جلالة الملك الحسين بن طلال وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريارك فينيذكتوس الأول بتبرع سخي من الدولة اليونانية الكريمة تضامناً وحباً مع الشعب الأردني سميت كنيسة البشارة بهذا الاسم بطالب من الدولة اليونانية لتكون في الأردن كنيسة تحمل اسم البشارة كما في اليوناني أيضاً يا كنيسة يا مجيد أنت هي بيت الله فيك نلطق الإداء ونستمل منه الحياة تدخل الكنيسة من الداخل فتجد الأيقونات متزينة على جدرانها يتوسطها الأيقونستاس أي حامل الأيقونات التي رسامها الإرشمندريت المتنيح بأيسيوس عام 1964 أما قدس الأقداس فيوجد فيه ثلاثة هيكل الأول وسط الحنية المرسوم عليها أيقونة الأرحب من السماوات يحمل اسم البشارة أما الهيكل الثاني يحمل اسم القديس فينيديكتوس والثالث يحمل اسم رؤساء الملائك خدم الكنيسة العديد من الكهنة الأفاضل منهم الأب الأيكونوموس قسطنطيم كرمش الذي خدم ومكث في هذه الكنيسة منذ نشأتها والأيكونوموس أديب عماري والأيكونوموس سالم مدنات الذين ما زالوا يخدمون الرعية بكل محبة وتفالي البطرق السابق البنديكتوس الذي بواسطه صارت بناء على طلب الرعية اشتروا الأرض خمسة دونهم كانت وطبعاً راح التجأ لأول ما التجأ لليونان الكنيسة والحكم الكنيسة لأنه الكنيسة الرئيسية في اليونان اسمها الكنيسة البشارة إبنجليس موس ولذلك حبه كأنه يعني بركة زيادة أنه البشارة هي اليوم رأس خلاصنا ولذلك تلفوا هناك المهندسين هم اللي هندزوا الهندزة مش أردنيين نفذوا هم مهندسين أردنيين ومتعاحدين أردنيين ولذلك بتلاقي في مميزة فيها شوفوا الأعمدي الأعمدي والقواعد تحت مش سهل هذه القواعد مش سهل أبداً العرض والطول وكان المسؤول الخوري كان نسبة الإسمنت ونسبة الإسمنت مع الخلطات كان يشرف عليها ولذلك طلعت متينة جداً وشكلها مميز عن باقي الكنائز يعني فعشان هيك سميت بالنسبة لارتباطها مع الرعي هون أو السلطات مع الحكومة الأردنية حبوا أنه بما أنها الكنيسة الأولى في اليونان حبوا أنها الكنيسة تحمل اسم البشار والاحتفالات كلها كانت تكون في هذه الكنيسة وطبعاً كان التلفزيونات تيجي تاخد وينزاع من هون ويتصور من هون كلها كانت الجنة حتى الإزاعات الأردنية المملكة إزاعات المملكة ما نزيع إلا من هون ولهلأ حتى التلفون مربوط مباشر مع الإزاعات تضم الكنيسة العديد من المباني وتقام فيها الكثير من النشاطات والفعاليات التي تخدم أبناء الرعية حدثنا عنها بإسهاب الأيكونوم السالم مدانات فقط رعية هون ليست فقط من منطقة العبدالي أو الويبدي حتى من مناطق أخرى من مناطق مختلفة بيجوا لكنيسة العبدالي لأنها إلها الطابع إما تعمدوا فيها أو تكللوا فيها هم ولادهم ولغاية الآن مع أنه بكون في منطقتهم في كنائس ولكن مواضبين على القداد يشف وحضور المراسيم في كثيراية البشارة طبعا عندنا الكنيسة هون بالطابق الأرضي تحتوي على قاعة كبيرة تستخدم لخدمة الرعية وبالذات بالجنانيز عندنا عيادة طب أسنان مشرفة عليها دكتورة أيضا لخدمة الرعية وأي شخص يأتي بأسعار شبه مجانية وعندنا أيضا المحكمة الكنائسية أيضا تستضيفها كنيسة البشارة بالطابق الأرضي عندنا المحكمة ومنعتز طبعا عندنا هون في كنيستنا أيضا في كل كنيسة وفي كل موجود لجان عندنا لجنة الكنيسة وعندنا لجنة سيدات كنيسة البشارة اللي لهم الفضل بخدمة كثير من أولاد الرعية سواء ما يقدم من ضيافة أو خدمة كبيرة بنقدمها لعدد حسب إمكانياتنا عائلات محتاجة عائلات وطلاب في بعض المدارس بيقوم لجنة السيدات بدعمهم ماديا وفي الأعياد أيضا بنقدم المساعدات المادية والعينية للعديد من الأسر المحتاجة نعتز بمجموعة كشافة عمان الأرثوذوكسية اللي هي كشافة كنيستنا اللي أيضا مواضبة على خدمة الكنيسة بالإحتفالات والعياد الرسمية كترائية البشارة طبعا من الكنائس القديمة بالأردن والحمد لله الرعية داعمة للكنيسة قبلة بالعديد من الأعمال داخل الكنيسة من زخرفة من أيقونات مقدسة من طاقة شمسية من قرنيت داخل الكنيسة كل في مجهود أبناء الرعية الخيرين في بيتك يا رب نسجد وللهوتك الواحد نعبد فبارك محبي اسمك القدوس وعود كل من تعب وسهر وكت في كل ضيق